أنا في 27 من عمري تزوجت من زميلي بعد قصة حب كبيرة تزوجت في بيت الأسرة وللأسف زوجي طيب ملوش أي رأي والأم مسيطرة على كل شيء حتى على الأب مليش أي نوع من الخصوصية مليش أي حرية أن أقفل باب بيتي علي بالمفتاح على طول بيتي مفتوح أي وقت وحياتي مستباحة في أي لحظة لذلك كان لازم كل حاجة تكون جهزة لاستقبال ضيوف حماتي حتى لو رجع من شغلي تعبانة مليش حق أرتاح زي الناس العادية الحاجة الوحيدة اللي لي سلطان عليها أني أقفل قودة نومي فقط قبل خروجي ودايما أنا في عتاب مستمر معاها أني لست جهزة لاستقبال ضيوفها أنا وشقتي وابني وسبب الأزمة حصل أن في يوم كنت رايحة شغلي متأخرة نتيجة الخناقات اليومية وما قفلتش باب الغرفة وكنت ترك كل حاجة زي ما هي الغسيل وما لمسي وما لبسي حتى ألحق معادي فجأت أن غرفتي اتصورت فيديو بكل ما تحتويه من ملابس وغسيل وأرسلت حماتي السيدة الفاضلة إلى أهلي وزوجي هذا الفيديو وجه والدي والدتي مسرعين بعد ما شافوا الفيديو ووقفت حماتي أمام الجميع تهاجمني وتعلن أني زوجة مهملة وغير نظيفة ولا أليق بيهم كادت أمي تصاب بالتبحة الصدرية مما حدث حتى زوجي بيؤكد أني زوجة نظيفة ولكن جل من لا يسهل وللأسف هو بلا شخصية الآن أخدت ابني وتركت كل شيء كل شيء دموع ابني تقلمني لأنه يريد أن يرى والده ماذا أفعل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله الحقيقة هي دي قضية القضايا النهاردة في الأسرة الشرقية لأننا عندنا الأسرة الشرقية أسرة ممتدة بعكس الأسرة السنائية والأسرة الفردية التي النهاردة بدأت تعرف ومعروفة تماما في الغرب الشريعة الإسلامية منحت للأم حقوق وواجبات على الأبناء يعني مثلا لما نعرف أن حق الوالدية يأتي بعد الأمر العبادي للحق سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل هذه الحقوق تمتد إلى ما بعد وفاتها فلابد أن يصل الولد أهل ود أبيه وأن يصل أقاربه وأن ينفذ عهدهما وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما كل هذه واجبات لكن هناك من فهم خطأا أن هذه الواجبات وهذه الحقوق تعتبر جوازا شرعيا لإقتحام البيوت واقتحام الخلوة الخاصة وهناك أيضا وإحنا كمجتمع شرقي لا يرى للأبناء يعني معلش حالة من الاستقلالية طبعا مش الكل لكن هو ده في معظم بيوتاتنا يعني الأم والأب لا ترى إن انفصال الولد بالزواج أو بلوغ وصل الرشد يعني إنه ينفصل عنهم لا الموضوع مش مظبوط بل إن الولدين بيقوموا بالمشاركة في كل شيء تجاه أبنائهم طبعا من عايز أقول برضو بدافع الحب لكن هناك من يبني وهناك من يهدم يعني في أسر الولدين بيتفانوا في خدمة أولادهم يعني أنا أعرف ناس كتير أنا منهم يا أمي والله أشهد أمام الله أن أنا حماية وحماية ربنا يخليهم لي وأبوي وأمي ربنا يخليهم لي يا رب دايما يقولوا لي ويأكدوا لي إحنا رأينا استشاري استشاري إحنا ما لنش رأينا استشاري ده مش بس كده